التقى محافظة أبيان اللواروك نبو بكر حسين سالم مدير عام مديرية زنجبار شايع الداحوري وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع مديرية زنجبار حيث أوضح مدير عام زنجبار ما تم إنجازه من برامج خدمية متنوعة والإشكاليات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات والتدخلات منها ما يتعلق بشبكة الكهرباء بمناطق المديرية التي تعاني من ضعف التيار الكهربائي حيث وجه المحافظة جهود المعنية التعاون مع قيادة السلطة المحلية في مديرية زنجبار لمعالجة هذه الإشكاليات بصورة عاجلة نظرا للأهمية التي تمثلها العاصمة زنجبار وأكد المحافظة وقوف السلطة المحلية في المحافظة وتقنيم الدعم الممكن لمساعدة قيادة المديرية في تجاوز الصعاب والعمل في تجاه بناء عمل مؤسسي يسهم في الارتقاء بأوضاع المديرية بخطوات متقدمة للأمام ترجمة نانسي قنقر